اذا الى موسكو حديث القاهرة يتواجه الان الى موسكو حيث وضفنا وخبيرنا الكبير اوستاذ اشرف كمال مدير المركز المصري الروسي للدراسات في العاصمة الروسية موسكو اهلا بك اوستاذ اشرف منوارنا منوار بك اوستاذ سبراهيم اهلا بسلام بحذتك المقعد في الستوديو ممتزرك عموما يعني لكن باستثمار وجودك في موسكو خليني يعني اعرف انطباعك الاول وانت دي اول مرة ترجع لموسكو بعد الحرب الاوكرانية الى اي حد انت ترى الامر على المستوى المجتمعي والسياسي بعد هذه الحرب بالضبط هي اول زيارة بعد الحرب يعني بعد العمالات العسكرية في اوكرانيا اعتقد ان المجتمع الروسي هنا يعني ان الحياة تسير بشكل طبيعي جدا او ربما هناك بعض المعاناة الاقتصادية بعض الصعوبات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية ولكن في المجمع الحياة تسير بشكل طبيعي خالص لا توجد اثار للمعارك او للعملات العسكرية في الشرع الروسي في المؤسسات المدنية الروسية الحياة تسير بشكل طبيعي ربما المدن القريبة او المتخمة للحدود مع اوكرانيا هي التي تعاني لانه هناك تم فرض حالة الطوارئ هناك نتيجة بعض القصف الاوكراني لبعض المدن وبعض المناطق هناك ونتيجة القرار التعبية الجزئية في دول المناطق المندمة حديثا الى روسيا وبالتالي المناطق البعيدة عن موسكو ومنهم العاصمة المناطق البعيدة عن اوكرانيا ومنهم العاصمة موسكو حيتسير بشكل طبيعي صحيح انا متفاهم انه مفيش خطر امني او عسكري اعني كنت باسأل على الروح المعنوية على الجدل السياسي على وجود الاملات العسكرية على جدول اعمال النقاشات في البيوت او في المحلات او في المقافة او في المؤسسات اه يعني بالنسبة للنخبة يعني انا هنا حفرق بين الحديث الشارع الروسي المواطن العادي والنخبة السياسية والنخبة الابتالي النخبة السياسية يعني لديها تحفظ كبير فيما يتعلق بيعني لماذا لا تستخدم روسيا وتحسم الامر مبكرا هناك حديث عن هذا لماذا تهاون مع المواقف التركية لماذا يعني عندما ضرب قبري جسر القرم وعندما ضرب الاسطول الروسي في سيفاستوبل سيفاستوبل البحر الاسود وبالتالي رد يعني هنا النخبة تتحدث عن ان رد الفعل الروسي لم يكن بالشكل القوي او الحازم او الصارم حتى لا تتقرر مثل هذه الاعمال من جانب اوكرانيا ومن جانب بعض الدولة الدعيمة لها ده حديث النخبة اما فيما يتعلق بالمجتمع هناك يعني هناك معارضة للعملات العسكرية نعم ولكن بالمقرنة بالتأييد والمعارض للعملات العسكرية يعني الفارق الكبير لصالح الاستمرار في العمليات الحديث المواطن الروسي البسيط يتحدث على ان المواجهة هي مع امريكا ولاست مع الشعب الاوكراني ان المواجهة هي مع اللوات المتحدة الامريكية التي تظل هي العدو التاريخي للشعب الروسي في عهد القيصر وفي عهد الاتحاد السويتي ثم روسيا ما بعد الاتحاد السويتي هناك حالة من التجييش او حالة من الشخصية الروسية تحاول ان تفرض نفسها من جديد بانها يعني انه لا يمكن ان تخضع لأي امليات من جانب اللوات المتحدة الامريكية وانه يجب مواجهة سياسات اللوات المتحدة الامريكية ويجب يعني اظهار الشخصية الحقيقية او الشخصية القومية الروسية في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية او الغرب الجماعي كما يقولون وهناك يعني ايمان ما بين النخبة وما بين المجتمع المواطن الروس العادي هناك ايمان ان اوروبا يعني تتعالى ضغط كبير وهناك يعني ادرب بان العلاقات مع اوروبا ستعود شيئا فشيئا الى الدفء من جديد اما العلاقات مع الولايات المتحدة فهناك يعني حالة من الاستياء والغضب اثار من تجاه الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي من الصعوبة ما كان ان تعود ان تكون هناك توافقات مع الولايات المتحدة في عدد من الملفات الكثيرة وبالتالي ده شعور النخبة وده شعور الشارع الروسي بالنسبة للكلام عن الحرب او العملات العسكرية الناحية الاخرى هل في مظاهر في الشارع الروسي لفكرة الحصار الاقتصادي العقوبات الاقتصادية هل امور تغيرت على نحو في السلوك اليومي او في مظاهر التجارة ومظاهر يعني الحياة اليومية الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي احتاجات المواطن العادية اليومية الحياة اليومية متوفرة وان كان هناك بعض ارتفاع في بعض الاسعار بعض السلع ولكن كل شيء متوفر كل شيء موجود بما يعني يلزم هناك دائما تدخل من الحكومة فيما يتعلق به صرف يعني تحمل نفقات بعض الخدمات زي الكهرباء والغاز والمياه الدافعة والمياه السخنة في لاننا نحن ندلقى في فصل الشتاء القارس وفيما تعلق بالغاز الطبيعي في المنازل والبيوت اذا هناك تدخل من الحكومة هناك مراعاة للموقف الراهن وصعوبة الاتحاديات الاقتصادية التي تواجه المواطن الروسي ولكن دائما الحكومة يعني حتى في التلفزيون الحكومة تقارل ما بين ما ستواجهه ربا او تواجهه ربا الان وبين ما يعيش فيه مواطن الروسي يعني اذا كنتم تقلمون فهو بيعلمون اكثر منكم لا الالم هنا يعني اعتقد ان الالم لا يساوي اي شيء فيما تعلق ما ستواجهه اوروبا في يعني خلال شهرة وعي عندما يدخل الشتاء القارس بجد يا اه طيب انا سألك على نقطة نقطة الاولانية الاعلام الروسي وانت بتتبعه بشكل يومي هنا في القاهرة لكن كمان وانت في قلب يعني موسكو الى اي درجة احنا بنتكلم على تعاملهم مع العمليات العسكرية كما تسميها روسيا وانت كنت سمت الحرب خلاص لما ضمت المقاطعات يعني لكن عموما كيف يتعامل مع الحرب وكيف يتعامل ايضا مع ادارة الرئيس بوتن للعمليات العسكرية والسياسية يعني هو الاعلام الروسي حال وحال الاعلام في دولنا العربية يعني عاشي الملك يحيى الملك يعني فيما تعلق هناك عملية تأييد كبيرة في صحف الروسية للعملية العسكرية وقراط الرئيس بوتن يعني لا نروم الاعلام الروسي لانه هو خاطب الداخل الروسي وبالتالي لا يمكن الا ان يؤيد هذا الاتجاه لانه عملية يعني الشعب الروسي او النخبة الاعلامية الروسية تشعر انها في حالة حرب حقيقية مع الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي السير في عكس الاتجاه يعتبر خطأ ضد الرئيس العام يعني عموما طيب السؤال الاخير هنا الصحافة الغربية بدأت تتكلم على انتخابات عشرين وارفع وعشرين وهل يخدها بوتن هناك كلام واقويل واكتهادات هل لهذا صدى ايضا لديك في موسكو لا يعني هو موضوع ان انتخابات رئاسية في اربعة وعشرين وهل بوتن دا كان موضوع اعتقدونه من الموضوع لانه بعد التعدلات الدستورية الدستور سامح للرئيس فلاديمير بوتن بالتلاشر حتى عام الفين ستة وثلاثين وبالتالي هذا حديث لم يعد مطروحا خصوصا ان لم يعد مطروحا انه لن يدخل يعني اصبح مسلم لم يعد مطروحا لان الامر محسوم بالنسبة لبوتن هو رئيس الدولة موجود يعني وسيترشح مرة اخرى لديه فرصة جديدة بعد التعدلات الدستورية التي حدثت العام الماضي وبالتالي هو لديه فرصة للترشح هو سيترشح من جديد ولكن هو الغرب يعني يسعى دائما الى انه يعني اختفاء بوتن من المشهد السياسي الروسي الداخلي اواء المشهد الساحة الدولية هو حلم يتمناه الغرب اكثر من اي اي شيء اخر وبالتالي ان بوتن او روسيا بوتن هي مثل التحدي الاكبر امام الغربة وبالتالي سنجد عندما يقترب عام ٢٠٢٤ سنجد ان هناك تكاهنات وهناك بعض التقارير الصحفية الغربية تتحدث على ان بوتن لن يترشح وان بوتن يجب ان يتنح جانبا ويكون هناك شخصية اخرى الى اخره بشعارات الديمقراطية والحريات التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية منذ عقود فيما تعلق بالدول او الدول المستهدفة او الانظمة المستهدفة والتي طار فيها تعارق المصالح الولايات المتحدة الامريكية في مناطق مختلفة اذا موضوع للرئاسة الرئيس بوتن موجود ولكن هو النقطة هنا يعني هناك حديث في النخبة الروسية ولكن ليست شارع روسيا النخبة الروسية تتحدث ماذا بعد بوتن روسيا ما بعد بوتن ماذا سيحدث هل ستكون هناك شخصية اخرى في قوة وصرامة وحزم الرئيس بوتن دفاعنا عن هذا الوطن ام ستكون هناك شخصية اخرى انك مخاوف ان تعود شخصية في روسيا ما بعد بوتن وبالتالي يعني ينهور كل ما بناه الرئيس بوتن خلال السنوات السابقة هذا هو الحديث السابق يدور سواء بوتن ترشح في 2024 او بعد 2036 او بعد 2030 الحديث هنا يدور ماذا بعد بوتن من سيخلف بوتن فيما يعني سواء ال 24 او بعد ذلك هذا هو السؤال الذي تترحه المناقشات في اوساط النخبة الروسية وبالتالي روسيا ما بعد بوتن هذا هو اذا تحدثت عنه هذا العنوان الهم لدى النخبة السياسية الرخبة السياسية الروسية يعني روسيا ما بعد بوتن هل ستكون هناك رجل قوي وصار محازن دفاعنا على المصالح الدولة الروسية ام المخاوف من عودة شخصية شخصية باريس يلسن الحقيقة ستشف وكأن يعني الدول بتوعنا انها دول مش بدول مؤسسات انها دول افراد واشخاص حكمها يأتي شخص ضعيف او يأتي شخص قوي فتتقوى البلد او تضعف بينما الدول النجحة والقادرة والمفروض انه روسيا يعني تعطي مثالا لهذا تبع دولة مؤسسات يزم من يزم ويأتي من يأتي تظل قوة هذا البلد لكن عموما يبقى ان احنا نشكر السيد الشرف كمال وننتظر معنا هذه حرب ستطول وبالتأكيد هيب معنا في القاهرة باذن الله يفسر ويحل المعنى تطورات الوضع الى الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة